تنفيذ تجربة فرضية سقوط طائرة مدنية في محافظة جدة يهدف إلى التنسيق بين 20 جهة حكومية وخدمية في الحالات الطارئة حتى تكون جاهزة لمواجهة أي ظرف طارئ مثل هذه التجارب تتيح وتعطي سقل أكبر للمهارات وما هو مطلوب تنفيذه فيما لو كان الحادث حقيقي لا قدر الله كانت فرضية جدا ناشحة فرضية حاقة الواقع بشكل كبير أعطت الشباب فكرة وتصور في حالة الكوارث كيف طريقة مسك هدى هدوء العصاب كيف يمسكوا عصابهم كيف ينظموا نفسهم والحمد لله فكرة جدا جميلة هذه الفرضية أظهرت حرفية عالية في التعامل مع مثل هذه الظروف لدى الجهات المناطة بالسلام وتنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات استعداداتنا في محافظة جدة بعدد 17 فرقة طبية على مدار 24 ساعة بجميع المستشفيات الموجودة في داخل المحافظة وكذلك عدد من الفرقة الطبية بتغطي فالمحافظات التابعة لصحة جدة محافظة رابغ ومحافظة أظم ومحافظة الليلة عدد العربات المشاركة الإسعافية 15 فرقة إسعافية بالإضافة إلى فرقة فرز جميعها كان متواجد بالتعاون مع أجهات الحكومية الأخرى هذه التجربة تأتي في إطار تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل الذي تنفده المديرية العامة للدفاع المدني ويعمل من خلالها على قياس الأداء للعمل الذي يرفض من خلال هذه التجارب الميدانية هذه التجربة الحية لسقوط إحدى الطائرات وتحديد وقت قياسي لعملية الإنقاذ بمشاركة من أكثر من 20 جهة حكومية يؤكد مدى الاستعداد الدائم لكافة الجهات عبدالله الغامدي الإخبارية جدا